قليلاً للوقت نروح لمقر يلا كورا ومرسلتنا العزيزة روزان النصر هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية برضو في الصحف والمواقع وحيكون معها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورا يعني أنا بصبح عليكي طبعاً يا روزان في البداية صباح الفل وفيه برضو منشط من المنشطات لفت إحنا وراك يا هو فيه منشط من المنشطات لفت انتباهي وهو من اليوم السابع اللي بيتكلم عن ماذا قدم كيراش مع منتخب مصر حتى الآن قبل مواجهة السنغال وهنا بنتكلم بالأرقام وعتقد ده مهم جداً جداً قبل المباراة القادمة لأن لسه فيه اختلاف حول هنا تقييم كيراش بالنسبة للجماهير المختلفة البعض يرى أنه هو جيد جداً البعض يرى أنه لا يليق بمستوى منتخب مصر خلينا نعرف منك التقييم ونفهم منك تفاصيل أكتر تفضلي صباح الخير يا نهواند طبعاً وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يعني يوم جديد فقرة صحفية جديدة هنا من موقع يلا كورا هنبدأ طبعاً بأهم خبر معانا بالفعل يا نهواند من موقع اليوم السابع ماذا قدم كيراش مع منتخب مصر حتى الآن قبل مواجهة طبعاً مصر والسنغال بالأرقام من روسيا اليوم التشافي يمنح ضوء الأخضر لباشلونة لضم صلاح في الصيف المقبل من موقع يلا كورا أتلاتكو مدريد يفوز على منشاستر يونيتد بدوري الأبطال ومن الشرق الأوسط شلسي مرشح لتكرار انتصاره على ليل رغم العقوبات وصدام ساخن بين يوفانتوس وفياريال طبعاً هتكلمنا أكتر في هذه التفاصيل يعني تفاصيل أخبار اللي معينا النهاردة صحفية من عمر بموقع يلا كورا في البداية طبعاً برحب بيكي على شاشة قناة الأهل يعني عايزين نبدأ بقى تكلمين عن كواليس طبعاً مباراة مصر واستنغال توقعاتك إيه للقائمة المتوقعة طبعاً للمعسكر؟ سبعة الخير عليك يا روزان الأول وسبعة الخير أنا في الستوديو وسبعة الخير على كل المتابعين في قناة النادي الأهلي في البداية طبعاً عندنا مدشين مهمين جداً قدام السنغال يوم 25 هنا في القاهرة ويوم 29 في السنغال المدشين دول طبعاً في الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم في قطر 2022 لو هنتكلم كيروش قدم إيه كيروش أصلاً تولى المهمة للفنية لمنتخب مصر في سبتمبر الماضي طبعاً بعد رحيل كابتن حسام البدري اللي كانت عادل قدام الجابون واحد واحد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم كيروش إجمالاً لعب سبعتاشر مباراة رسمية ومباراة ودية السبعتاشر مباراة رسمية دول كانوا في ثلاث بطولات بطولة كاس العرب وبطولة أمم أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكاس العالم طبعاً اللي نحن نكملين فيها إجمالاً قدر أنه يكسب 12 مباراة وخسر في أربعة وتعادل في أتنين بالنسبة كمان للقايمة المتوقعة لمنتخب مصر احتمال كبير أو بالنسبة 99% هتشهد ست لعيبة من النيدي الأهلي طبعاً محمد الشنوي في حراست المارمى عندنا محمد هيني محمد عبد المنعم أيمن أشرف في خط الدفاع حمدي فتحي وعمر السولية في الوسط واحتمال يعني يدخل محمد شريف ويبقى السابع من النادي الأهلي سوال لسا ما حسمش الأمور بشكل رسمي لحد دلوقتي يعني الإعلام طبعاً الفترة الماضية مركزين جداً مع محمد صلاح ومسألة تجديده مع ليفر بول كلمين عن وضع محمد صلاح حالياً وآخر تطوره طيب صلاح لحد دلوقتي مفاوضات ما بينه ما بين إدارة ليفر بول ما وصلتش للحسم أو ما وصلوش لاتفاق نهائي ما بينهم وبين بعض صلاح عايز يبقى هو الأعلى راتب في الفريق مش في الفريق بس كمان لا يبقى في مركز متقدم من ضمن اللعيبة اللي بتتقاضى الأعلى أجر في البريمير ليك فهو عايز راتب أسبوعي حوالي من 300 ل 400 ألف جنيس ترليني المبلغ ده ما يتفقش مع سقف الرواتب في ليفر بول فهنا فيه المشكلة ليفر بول مش هيقدر أنه هو يعلي سقف الرواتب عشان خاطر محمد صلاح في نفس الوقت محمد صلاح حس أنه محتاج أن يتقدر زيادة من النادي ويكون لي وضع مختلف صلاح طبعا يعقده مفروض أنه سيخلص في نهاية الموسم الجاي في يونيو 2023 العمل قال الفترة الأخيرة التصريح الذي خرج به يورجن كلوب مدرب ليفر بول اللي طبعا في إحدى المؤتمرات الصحفية تسأل على مفاوضات التجديد مع محمد صلاح وقال أنه إدارة ليفر بول عملت عليها بالبلد يعني زي ما بنقول بس القرار دلوقتي في إيد محمد صلاح حتى بعدها وكيل محمد صلاح رد بتغريدة كده على تويتر ببعض الرموز التعبيرية أنه بيتحك يعني على التصريح بتاع كلوب فالحد دلوقتي وضع صلاح لسلام لم يحسم مع إدارة ليفر بول بس زي ما أنت ما قلت في الخبر بتاعك أن تشيفي هيرناندز مدرب بورشلونة وضع صلاح ضمن القائمة اللي هو عايزة تعاقد معه الموسم الجاي بس هو بالنسبة له إيرلينج هالند هو الإليل الأولوي لو ما قدرش أنه يتعاقد مع هالند بالنسبة له هيحاول أنه يتعاقد مع محمد صلاح عايزة عرف بقى رأيك في وضع منشستر يونايتد الموسم ده وشايف المباراة الأخيرة زي طبعا يعني موسم منشستر يونايتد بيواصل يعني الموسم الكارثي لي من أول السيزن هو يعني المباراة مباراة تنت على أرضه ورغم أنه كان يعني بادئ الهجوم في أول عشر دقائق لكن بسهولة جدا قدر أن هو يستقبل هدف في بعد نص ساعة الهدف ألغي يعني بس بعدها كمان بقى أقل من عشر دقائق لودي قدر أنه يستقبل عرضية من أنتوان جريزمان ويسجل رأسيه في مرمى ديخية والحقيقة كمان يعني هو حاول أنه يحسن النتيجة على الأقل أنه يتعادل يعني خصوصا أنه كان بيلعب على أرضه أصلا ووسط جمهوره لكن التقلق الكبير لحارس أتليتكو يعني ما خلاش يونايتد يقدر أنه يسجل أو أنه يقدر أنه يعدل النتيجة يعني يعني يونايتد أصلا في الدوري الإنجليزي في المركز الخامس ومعه خمسين نقطة يعني فإجمالا وضع يونايتد من أول السيزن ومش السيزن ده بس بقى لهم فترة مش مش يونايتد المشجعي يعني مش الأداء المشجعين يونايتد منتظرينه منه يعني فتمنى اليوم التوفيق إن شاء الله يعني آخر بطاقات ربع نهائي دوري الأبطال هتتحسم النهاردة بين شلسي وليل ويوفنتوس وفياريال يعني إيه توقعاتك للمبارايتين دول خلينا نبدأ بيوفي وفياريال أعتقد أن المباراة أصلا هتبقى متكافأ ما بين الاتنين مباراة الزهاب اللي تلعبت في أسبانيا كانت خلصت واحد واحد يوفي مفروض أنه هيلعب على أرضه مفروض أنه يقدر يستغل لده يلعب على أرضه يلعب وسط جمهوره فالمفروض أنه يقدر يحسن ده بس أنا شايف أن الماتش متكافئ ما بين الفرقتين خصوان كمان نيوفنتوس أصلا مش بيقدم أحسن مواسمه يعني بقاله فترة مش ده أحسن سيزون لي فأعتقد كمان يعني أو توقعات أعتقد أنها ممكن توصل أكسرا تايم وبنالتي بالنسبة لتشيلسي وليل تشيلسي كان كاسبان في الزهاب على أرضه 2-0 سيسافر ليل عشان يلعب بمباراة الإياب لكن طبعا مع الوضع اللي احنا متابعينه لتشيلسي خلال الفترة الأخيرة والحجز على أموال المالك بتاع النادي الملياردير طبعا الروسي رومان أبراموفيتش وكان من ضمنها تشيلسي لكن هو طبعا قدر أنه يحصل على رخصة استثنائية عشان بس مجرد أنه يمارس الأنشاطة المتعلقة بكرة القدم كمان اتقلل نفقات السفر بتاعته حتى هم اضطروا أن هم أقللوا عدد أفراط البعث أصلا اللي هتسافر فرنسا عشان يقللوا حجم النفقات بس الروح ما بين النعيبة والتصريحات اللي قالها توماس دخل مدارب تشيلسي يعني تدي إحاق للجماهير أو تدي إحاق للناس اللي متابعة أنه لقيتشيلسي قادر أنه يقدر يعمل حاجة أنا أتوقع أنه هيكسب المباراة النهاردة بكل سهولة شفنا سيزير أس بلاكويتا قائد تشيلسي شفنا كاي هاوردس كانوا بيقولون إحنا مستعدين نحن ندفع النفقات أصلا بتاعت السفر ما عندناش أي مشكلة دخل كمان لما تكلم تكلم بشكل إيجابي جدا وقدر أنه هو يكسب أرضية ثقة عند الجمهور كبيرة جدا جدا بموقفه اللي أعلنه بشكل صريح وقال أنه هو طالما إحنا عندنا وقود في الحافلة بتاعتنا عندنا التشيرتات بتاعتنا فإحنا نقدر نلعب المباراة كمان أنا ما عندي مشكلة أصلا إنه لو ما فيش طائرة اللي احنا نسافر بها أنا ممكن عربية وأنا اللي سوقها هاخد فيها اللعيبة يعني فكل ده أصلا يخلي جماهير تشيلسي أو جماهير النادي تبقى متطمنة للروح اللي موجودة ما بين اللعيبة وما بين الفريق وأعتقد أنه أنا شايفة أن تشيلسي هيقدر يكسب أنه هو ده المباراة بكل سهولة إن شاء الله بشكري جدا الصحافية من عمر بموقع يلا كورا يعني دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا بموقع يلا كورا بشكركم جدا على المتابعة وعودة ليكي مرة تانية نهوات بشكرك أنت كمان يا ريزان على هذه التقطاية وواضح لأستاذة مانا بتشجع تشيلسي جامد يعني أن هي بتقول أن هما يكسبوا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر